تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي مدريدي اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع مجموعة أرأم فرأم في تويتر ويوتيوب حلقة اليوم بعد الفوز الصعب والمهم جدا على أتلتك بلبا واللي يكمل فيه ريال مدريد مبارياته لأنه زي ما بنعرف لقاء اليوم هو رقاء مؤجل كان ضد أقوى دفاع موجود في الدور الإسباني كان ضد فريق قدر ياخذ منك نقاط أكثر من مرة في آخر ثلاث مواسم وبالتالي كان متوقع اللقاء ما يكون سهل ما يكون أبدا والله يتعالي ريال مدريد وفوز بكل سهولة بالنسبة للتشكيل ريال مدريد زي ما شفنا أنه ذهب لعدم المداورة وهذا الشيء معروف عن أنشلوتي صراحة ولعب بنفس اللاعبين تقريبا باستثناء كارفخان اللي كان مش بمستوى في المباراة الماضية فتم الدفع بفاسكس بداله وغير ذلك هي نفس التشكيل اللعبات مواجهة إشبيليا لكن خلينا نقوم ندخل بالتفاصيل نكون صارحين في مباراة إشبيليا وفي مباراة اليوم وفي أكثر مباراة إجاة صعبة للفريق حتى الآن الفريق مش عم بيقدر يتحكم في اللقاء أبدا مش عم بيقدر يمسك اللقاء بشكل كويس رغم أنه عنده لعبين يكفوا ليملكوا اللقاء تماما أمام فرق زي إشبيليا وأمام بلباو أيضا فريق بالناحية الدفاعية تكتيكيا بتشعر أنه على المستوى الجماعي ما بنتكلم على المستوى الفردي فيه أخطاء فردية واضحة بس على المستوى الجماعي لسه واصل يعني أقل من السبعين بمئة بده شغل بده شغلي شوي على المستوى الجماعي على مستوى الرقابة الضغط من الأمام للخلف كل شيء لازم يكون منسق بشكل أفضل فمبارثين الأخيرات بيهزوا قناعتك ربما الريال هو أفضل فريق في إسبانيا لكن هل هذا الريال بهذه المشاكل بيقدر يواجه أوروبا بيحتاج يتطور خلال الشهرين الجايات عشان يقدر يمشي لما يواجه الأندي الأوروبية الكبيرة ريال مدريد لما تفرج وجد أنه بلباو أقوى دفاع لكن بنفس الوقت وجده أنه من أسوأ خطوط الهجوم فبالتالي بهذه الحالة منطقيا لو أنا سجلت هدف مبكر فيه المفروض المباراة تصير أسهل الريال دخل أول عشر دقائق ضاغط جدا سدت ثلاث مرات استحوى الثمانين بالمئة بأول عشر دقائق وكان متوقع بهذا الضغط الرهيب والسرعة الكبير أنه يسجل لما ما سجل شوي شوي صار في حالة خليني أسميها حالة إحباط لأنه بعد فشل التسجيل لعبة بلباو أخذوا أماكنهم صورا نشوف فريق كأنه بدافع بأربعة خمسة واحد تماما ضغط واضح وكبير على مودريتش وكروس ومنحهم أنهم يقدروا يتحركوا بالكرة بأريحيتهم لنصف ملعبهم وكانوا مضطرين دائما يحاولوا يصارد الكرة عبر الأطراف وكل هذا كان في منع للتواصل بين الوسط والهجوم نجاح كامل من بلباو أحبط لعبين ريال مدريد وبلحظات الإحباط هذه أنا أعتقد ريال مدريد فقط تركيزه كان كل لعب فيهم من خط الهجوم لخط الدفاع عم بفكر أنه كيف بدنا نسجل الهدف أكثر مما كيف نحمي مرمانة وهون ريال مدريد نجي من أكثر من كرة خطيرة رأوا ريال مدريد وويليامز وطبعا شفنا هفوة ألابة وكل ذلك كان يخلي ريال مدريد بعد 27 دقيقة متأخر بهدفين مقابل لا شيء صحيح السبب التكتيكي تح هذا الموضوع أنه والله الضغط من عند خط الهجوم وخط الوسط كان شوي ضعيف خطأ تركيز من بعض المدافعين كان واضح جدا لكن أنا أعتقد هذه الحالة اللي صارت كانت مجرد أن اللاعبين فعلا بلش يشعروا أن المباراة أصعب مما تصوروا أنه تسجيل الهدف أصعب مما هم بيتصور وكالعادي في كرة القدم لما ما تسجل في ريال مدريد وتكون متفوق أعطوا ريال مدريد حيا عافظك ريال مدريد رجع مسك اللقاء آخر دقائق ضغط وضع الكرة قرب منطقة جزاء الخصم جونيور صنع خمس فرص محققة للتسجيل ورجع الريال يتحكم بالرتم وسجل الهدف الأول اللي أنا كنت متوقع يخلي المباراة سهلة لكن اللي صار بالشوت الثاني بالنسبة لي شخصيا صراحة كان صادم رغم أنه كنت متوقع أنه فعلا ريال مدريد يتراجع في الشوت الثاني يتراجع ليش لأنه والله عنده ضغط مباراة كبير لسه ضيله مبارتين عندما يبلش الجدول يرجع طبيعي فبالتالي كان متوقع أنه يحاول يقتصد بلنيا يرجع للدفاع ويضرب بالمرتدات لكن التراجع الدفاعي كان سيء للغاية لأنه بكثير مواقف كانوا بالواحد لواحد وهي واحدة من أسوأ مشاكل ريال مدريد اللي ظهرت اليوم وظهرت مع شبيليا أنه اللعب المهاري عم بمر منهم بسهولة فكيف لما تواجه فريق عنده لعبين مهاريين وعنده منظومة هجومية أقوى من اللي بتواجهها الآن ولولا كورتوا ولولا فاسكيس كان يجي التعادل بسهولة عشان نكون واضحين كان في مشكلة كبيرة في تقريبا في أكثر من شغله خط الدفاع عنده مشكلة فردية واضحة الفردية تماما خط الوسط والهجوم ضغطهم ضعيف جدا فعشانك شفنا رودريغو بينزل بدل أسينسيو وكانت فكرة دفاعية أكثر من هجومية وفالبيرد بينزل بدل مودريت وكمان أيضا فكرة دفاعية أكثر من هجومية لكن بعض التبديلات جاءت متأخرة شوي بعد ما لعبت بلباو أخذوا ثقة بنفسهم وانطلقوا أمامك يعني كان واضح أنه أسينسيو ربما لازم ما كمل أول عشر دقائق خلص كان واضح من نهاية الشوط الأول لازم خلاص طلع نزل رودريغو لأنك ناوي ترجع فنزل اللاعب بيعرف يرجع بيعرف إيدافة كان أيضا فيه سماح غريب للعبين بلباو يمرروا الكرة بسهولة سواء على الأطراف أو لويليامس وفيه عندهم لعبين كويسين على الكرة فبالتالي بصيروا خطرين بتمريراتهم هذا خلى المنظوم الدفاعية تاعتنا مدريد متخلخل تماما لأنه لا الوسط ولا الهجوم أدوا دورهم بشكل جيد ولا الدفاع أدى دوره الفردي بشكل جيد ومستحيل تخلص هذه الحلقة بدون ما نتكلم عن كورتواء اللي هو صاحب هدف الفوز اليوم اللي هو صاحب النقاط اليوم واللي هو صاحب النقاط في أكتر من مباراة هذا الموسم وهذا مش كويس هو كويس لكورتواء بتشعر بأهميته لكن مش كويس للفريق لما تحتاج في مباريات عادية وفي مباريات مش كثير صعبة يعني أوكي بلباو اسم إحنا منيعتبره عريق لكن بلباو فريق متوسط في النهاية مع الاحترام لإله فتحتاج بأكتر من مرة هذا الموسم لكورتواء عشان تفوز هذا مؤشر مش مريح مؤشر معنا انه دفاعك او منظومتك الدفاعية بدها شغلي كثير لانه فريق زي ريال مدريد لازم ما يحتاج لحارسه الا في الايام الكبيرة تحقق الفوز لعب ريال مدريد جزء جيد من الشوط الاول معش بيدي لعب شوط ثاني افضل من الاول مش عم بلعب تسعين دقيقة بالفترة الاخيرة ربما انشلت بيعتقل انه هو اهم شي عنده الثلاث نقاط الثلاث نقاط الثلاث نقاط وحتى الان ماشي الامور معه صح فما بتقدر تنتقده لانه هو عم بفوز ما بنقدر نحكي له اي شيء لكن مشكلة تراكم هذه التوترات تحت الجماهير احنا بنعرفها اللي بتابع ريال مدريد بيعرفها وبيعرف انهم حيكونوا يستنوا الاعلام والصحفيين والجمهور وكل الناس يستنوك على خسرتين ورا بعض وحدقوا من الدنيا لانهم ما شافوا منك شي مطمئن ومش مريح مشاهدة هيك مباريات بالنسبة لأي واحد بشجع ريال مدريد في دقائق جيدة نعم بس في دقائق مقلقة ايضا محتاج الفريق انا اعتقد تطور مستمر في مسألة منظومة الدفاعية محتاج الفريق تطور مستمر في مسألة حتى نهجه التكتيكي في الامور لما تصعب انا اعتقد انشلت بيملك الخبرة عشان يحل كل هذي الامور وربما انشلت في قناعته انه ما في داعي الفريق يستنزف نفسه مبكرا مدام خصم برشلونة مترنح خصمه اتلتكو مدريد يبدو غير قادر انه يكون عنده نفس طويل هذي المرة زي الموسم الماضي فربما افضل بالمنطق توصل قمة مستواك بشهر اثنين بدل ما توصلها بشهر عشرة شهر اثنين شهر العودة لدور الابطال نوصل هون لدهتها الحلقة كنت معكم انا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام وضروري جدا نتابعنا على سيرفيس بورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله